أعلن معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب التي تم اكتشافها مؤخرا في الحقل النفطي الأكبر في تاريخ مملكة البحرين قد تتجاوز 80 مليار برميل وأشار معاليه خلال المؤتمر إلى أن المسوحات الجيولوجية أسفرت عن اكتشاف آخر يحتوي على كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعبة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير النفط اليوم في نادي بابكو بعوالي للإعلان عن آخر مستجندات عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مملكة البحرين في طار جهودها لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام والغاز الطبيعي في المناطق اليابسة وإضافة موارد جديدة من المناطق البحرية وعرض المبادرات والتطورات التي تمت في هذا المجال بتطافر جهود كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين بابكو وشركة تطوير ونوه معاليه بأن الاكتشاف النفطي الجديد من النفط الصخري في منطقة خليج البحرين الواقعة في منطقة الغربية من حدود مملكة البحرين وبمساحة تقدر بألفي كيلومتر مربع والذي تحقق نتيجة للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لإعطاء الأولوية القصوى للاستكشافات والجهود الداعمة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وقيام اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتنفيذ التوجيهات الملكية ووضع الخطط التفصيلية للاستكشافات ومتابعة تنفيذها مع الهيئات والشركات الوطنية العاملة في مجال النفط وأكد معاليها أن فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يقوم حاليا ببذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الانتاج خلال خمس سنوات وفي ذات الوقت يجري العمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاكتشاف وأشار معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إلى أن شركة بابكو بالتعاون مع الشركة العالمية وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العليا لثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي قامت بتحسين المسوحات الجيولوجية أسفرت بحمد الله عن اكتشاف كميات من النفط الخفيف والغاز المصاحب قد تتجاوز 80 مليار برميل في خليج البحرين وذلك في بعض المكامن غير التقليدية ولفت معالي الوزير لأن هذا الاكتشاف الذي تم على أيدي فريق بحريني شاب يعد الأول بعد اكتشاف حقل البحرين في عام 1932 تنفيذا لتوجيهات جلالة عاهل البلاد المفدة في ظل مسيرته التنموية الشاملة التي تسعى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على تحقيق تطلعاتها بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم لتحقيق إضافة نوعية في الموارد الوطنية والمحافظة على التنمية المستدامة لما فيه خير وصالح مملكة البحرين حكومة وشعبا وشدد على أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستواصل برامجها في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالاعتماد على شركاتها الوطنية وبالاستفادة من خبرات شركات الخدمات النفطية العالمية منوها بأنها تمثل فرصة استثمارية لشركات النفط العالمية والصناديق الاستثمارية للمساهمة في تطوير وإنتاج هذا المورد الحيوي والمهم من جانبه أشار السيد يحيى الأنصاري مدير الاستكشاف بشركة نفط البحرين بابكو إلى أن الطبقات الصخرية في الحقل النفطي الجديد تتميز بمواصفات جيولوجية بكونها أكثر قابلية لإنتاج النفط والتي بدورها ستساعد في رفع معدلات الإنتاج لكل بئر منوها بأن ذلك يجعل حقل النفط المكتشف أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية فيما أكد سيد جون هربورك نائب رئيس شركة ديماك بأن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب التي قد تتجاوز 80 مليار برميل مبنية على البيانات الفنية بعد إجراء جميع الدراسات والتحاليل للمعلومات المتوفرة منوها بأن هذا الاكتشاف يعد إنجازا كبيرا للبحرين في مجال قطاع النفط باستخدام آخر التقنيات الحديثة على المستوى العالمي بأمر من سيدي جلالة الملك حفظه الله لحكومته الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولجنة الثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي التي يرأسها صاحب السمو الملكي رئيس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يشرفني بعد إعلان خبر اكتشاف مكمن خليج البحرين للنفط الصخري أن نزودكم اليوم بمعلومات إضافية حول هذا الاكتشاف إضافة إلى اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي من ضمن مكمن حقل البحرين في طبقات الجوف والجوبة تم تقييم مكمن حوض الخليج البحرين بالاستعانة بالمسوحات الجيولوجية ومجموعة من الآبار التي تم حفرها على مدى سنوات عديدة واستعنا بشركات خبرة في مجال الجيولوجيا طبعا شركة ديكويلر مكنوتن موجودة معانا وقامت بتقييم الاحتياطي المثبت أو الموجود طبعا الاحتياطي القابل لاستخراج جاري العمل على تحديده سوف نبدأ مع شركة هالي بيرتن بحفر بئرين هذه السنة ونأعلن عنها اليوم في هذه المناسبة البئر الأول تم حفره العام الماضي بالتعاون مع شركة شلمبرجير ومن خلاله تم إنتاج كميات من النفط الخفيف في هذا الحقل ما سميناه مكمن خليج البحرين وهو موجود أمامكم في الخارطة تم تحديد الكميات الأولية بأكثر من 80 مليار برميل أما القابل للاستخراج فهذا قيد العمل فبعد الاكتشاف هناك مرحلة تقييم هذه الطبقات سوف نبدأها بحفر بئرين نأمل إن شاء الله أن نتعرف بما هو قابل الاستخراج من هذا الاحتياط ومن ثم ندخل في برنامج واسع لتطوير هذا المكمن طبعا نسعى لاستعانة بالشركات الدولية والعالمية أما حقل الغاز فأكثر من سنتين جاري العمل على تقييم الجيولوجي وهي طبقات معروفة في الجوف والجوبة ونقيم حاليا عطاءات من شركتين شركتين الخدمات والمعلومات الأولية تدل على ملاءة استخراج الغاز بكلفة تنافسية إن شاء الله سوف نوفيكم بتفاصيلها لاحقا أما الاكتشاف بشكل عام فالعمل مستمر وسنوفيكم بأي تفاصيل أو مستجدات في المستقبل غريب ترجمة نانسي قنقر